نظم المجلس القومي للمرأة فعالية تحت عنوان العنف ضد المرأة في زمن الحروب والأزمات وذلك لدعم المرأة الفلسطينية والسودانية وتتزامن الفعالية مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يوافق 29 نوفمبر من كل عام لا يختلف اثنان على أن المرأة من أضعف ضحايا الحروب والنزاعات العسكرية ومن هذا المنطلق تأتي الفعالية التي نظمها المجلس القومي للمرأة لإلقاء الضوء على قضية العنف ضد المرأة في زمن الحروب والأزمات خاصة في فلسطين والسودان النهاردة تحديدا الموضوع خاص بوضعية المرأة ومعاناتها في زل الأزمات والحروب يعني طبعا إحنا عندنا نمازج كثيرة في الوطن العربي لكن أكثرها وحشية كان ما حدث في غزة مؤخرا ولهذا السبب هو الحدث بيدور حوالين أحداث غزة ولكن حيتضمنوا مدخلات عن المرأة في السودان وما تعرضت له وقد يكون هناك مدخلات أخرى خاصة بالمرأة مثلا في اليمن المرأة في الصومال المجلس بما أنه المؤسسة الحكومية الأعلى المعنية بالمرأة المصرية فإحنا كل سنة بنطلق حملة 16 يوم لمنهضة العنف ضد المرأة لكن السنادي لها وضع خاص في ظل الحروب والأزمات التي تتعرض لها المرأة في بلادنا العربية الشقيقة فالمجلس اليوم سيطلق فعالية خاصة بالعنف ضد المرأة في زمن الحروب والأزمات الفعالية تضمنت وقفة تضامن وحداد على أرواح شهداء فلسطين جرأ القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي المشاركون أكدوا أن المرأة الفلسطينية أو السودانية لا تمتلك أبسط حقوقها في الحياة في ظل تدهور الأوضاع في البلدين كما وجهوا الشكر للرئيس السيسي لدعمه لشعبي فلسطين والسودان طبعاً مصر لها دور كبير للقضية الفلسطينية وبتعبر عنه المرأة المصرية النهاردة في المجلس القومي للمرأة أنه هي داعمة ومساندة لنضال المرأة الفلسطينية ضد إنهاء الاحتلال وداعمة وساندة ضد الحرب الإبادة اللي تعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة نحن لجأنا لمصر باعتبار أنه مصر هي الجار وفي الأزمات يتم يعني اللجوء للجيران وبنشكر المجتمع المدني المصري لأنه حقيقة دعمنا ولأنه يعني وإحنا بنلجأ بالمعابر البرية الهلال الأحمر المصري قدم مساعدات عالية جانب غوافل قدم فيها كل المساعدات الممكنة تتزامن الفاعلية مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يوافق 29 نوفمبر كل عام كما تأتي الفاعلية في إطار حملة كوني التي يطلقها مجلس الأمن الدولي من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر كل عام محمود جميل التلفزيون المصري